في هذه الحلقة لسا نبجن آداب الصيام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائنا رحمتك إنك على كل شيء قدر أما بعد تقدر الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر ومن المعلوم أن الصوم ركن من أركان الإسلام فالله سبحانه وتعالى فرضه في كتابه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الصوم هو الإمساك على الشهوتين فمي والفرش وما يقوم مقامهما مخالفة للهواء في طاعة الملافق لأيام الحيض والنفاس والأعياد من نية مبيتة كما عرفه ابن عرفة بهذا التعريف وهذا الصوم له آداب أولا من أهم آداب الصوم هو امتثال أوامر الله تبارك وتعالى فينبغي للإنسان أن يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى وأن يبتعد عن المعاصي وأن يكثر من قراءة القرآن وأن يكثر من الصلاة وأن يكثر من الاستغفار فالصوم إذا كان صاحبه مطيعا فهذا يقال له صوم الخواص لأن العلماء قسموا الصوم إلى ثلاثة أقسام صوم العوام صوم الخواص صوم الخواص الخواص إذن فينبغي للإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يبتعد عن المعاصي لأن المراد بالصوم هو لعلكم تتقون لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن حكمه لعلكم تتقون لقد شرع الصيام لأجل خمس سأملها عليك بالانسجام مخالفة الهوى منها ومنها مراء القلبي يصف بالصيام وكسر النفس منها واتصافهم بأوصاف الملائكة الكرام وتنبيه الأنام على مواساة ذرجوع الشديد من الأنام على خير الأنام من السلام صلاة الله تشفع بالسلام من آداب الصوم هو أن يمسك الإنسان لسانه عن الرفث وعن الهسوق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الصوم من الأكل والشرب وإنما الصوم من اللعو والرفث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فينبغي للصائم أن يبتعد عن الهسوق وأن يبتعد عن الرفث وأن يبتعد عن العبث فالإنسان مطالب بأن يشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة لا يرأي أن أحدكم إلا في حسنة لمعاده أو دلهم لمعاشه إني أكره أن أرى أحدكم فارغا سبهل له لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته الحق سعي في المعاش البادي حلا وفي حسنة المعادي وغيره الضلال بالإمعان ومنه الاشتغال بالدخان إذن فمن آداب هذا الصوم هو أن يكف الإنسان لسانه وأن يكفه عن العبث وعن الرفث وعن الهسوق فالإنسان مطالب بأن يكثر من الذكر وأن لا يشتغل إلا بما ينفعه في الدنيا والآخرة في رمضان وفي رمضان خارج رمضان وفي رمضان إلا أن الطاعة تعظم بحسب الزمان والمكان من المعلوم أن الصلاة في رمضان ليس كالصلاة خارج رمضان وكذلك الذكر في رمضان ليس كالذكر خارج رمضان إن عظم الوقت أو المكان عظمة الطاعة والعصيان يعظم لشر ويغلغ الأدب على الذي عصى ويربو مكتسب كرمضان مثلا وعرفه وكالمساجد وكالمزدرفة فالصائم ينبغي له أن يكثر من الذكر وأن يكثر من تلاوة القرآن لأن هذا الشهر الشهر قرآني لذلك الله تبارك وتعالى يقول كتب يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن فالصائم من آدابه أن يشتغل بالعبادات وأن يبتعد عن المعاصي إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صوم يرجع والظمى وإن قلت إني صمت يوما فما صمت ويقول كذلك آخر لا تشعل الرمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه واعلم بأنك لنت نال قبوله حتى تكون تصومه وتصنه فكذلك من آداب الصوم تعشير الفطر فتعشير الفطر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل الصلاة ومن آدابه كذلك إن يفطر على تمر فإن لم يجد التمر يفطر على الماء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسابات من ماء إذن من آدابه أن يعجل الإنسان الفطرة إذا تحقق من دخول الذير أن يعجل الفطرة أما إذا كان شاكا فليس مطالبة معنى فلا يجوز له أن يعجل الفطرة فإذا أفطر وهو شاك في الغروب فإنه فعل فعلا محرما ولا ترزمه الكفارة ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم ويحرم فطر باتفاق بمغرب بشك وفيما شحر لا يكفر وليس بفجر باتفاق مكفرا بشك ولكن حرمة الأكل شحروا ولذلك هاد يقول في الكفاف تعجيل فطر إن بوقت جزما ندبن ككونه بتمر ثم ماء والفطر مع شك الغروب حجر وهكذا على الأصاح الفجر وليقضي ما لم يبين أن صوم صح وهكذا شك طراء على الأصاح فكذلك من آداب الصوم هو من آداب الصوم السحور والذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة يا معشر الصيام في الحرور ومبتغ الجنة والأجور إذا أردتم غرف القصور تنزهوا عن رفث وزور تسحروا فإن في السحور بركة في الخبر مأثور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة